تهميش المرأة في الحياة السياسية وعدم اعتماد الكوتى النسائية في الحكومة الجديدة التي تم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني المتمثلة بلسوة 30% أسباب دفعت جمعيات ومنظمات نسائية إلى تنظيم وقفة احتجاجية في مقر الاتحاد نساء اليمن في صنع لا زال يمارس التمييز ضد المرأة من خلال اتخاذ القرارات من خلال التوظيف من خلال الاعلان نلاحظ أن نسبة الرجال أكثر مضاعفة من اختيار السماع عن تعيين مدرع عموم أو وكلا أو أي شيء نلاحظ اختفاء نسبة المرأة من هذه التعيينات التكتل النسائية اعتمد خطة تصعيدية للمطالبة بحق المرأة في المشاركة السياسية الفاعلة في الحكومة الجديدة على قاعدة الكوتى المتفق عليها من قبل كل الأحزاب والمكونات السياسية عاملين ملتقى على اساس هذا الملتقى نصعد فيه الاحتقاقات نوجه رسائل إلى رئيس القمهورية إلى الأحزاب إلى الدول الراعية لمؤتمر الحوار أيضا الاتفاقية التي الآن نفذت بحق السلم والشراكة نحن لم نسقط سنة أيضا سنعمل على أيضا تنظيم مسيرات نسائية قوية تتبنى مثل التنفيذ مخرجات الحوار الوطني تشعر المرأة اليمنية بتهميش متعمد من قبل الأحزاب السياسية واستغلال ممنهج لصوتها في الانتخابات حسب تعبير المشاركات المرأة يحدثون باسمها من كل الأطراف السياسية يعني الأغراض السياسية يستخدمها ولكنها مهمشة في كل الحالات مهمشة في كل القضايا سواء على المستوى التعليمي أو المستوى في القرارات أو المستوى في الوظائف ما يجدر ذكره هنا أن المرأة في الحكومة الجديدة لم تمثل سوى بنسبة 12% فقط أي أربع نساء واحدة منهن اعتذرت لأسباب خاصة عدم التزام الأحزاب المكونات السياسية بحصة المرأة في الحكومة عدته قيادات نسائية هنا خرقا واضحا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني وموقفا معاديا للمرأة وحقوقها وللمجتمع المدني عموما حسب تعبيره عبد الكريم الشيباني الحرة صنعاء